السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني العزاء وزارة علمية على البحث الألمي تعلان النتاج القبول المركزي على هذا الرابط الموجود دائمكم بصورة وسأخبركم هذا إن شاء الله بالوصف بس مجرد تفتح الرابط حاول بأكثر ممارا ستبعون ما يفتح أكتب رقم قدمتها وتطلع لك انتجات قبولك أعتقد أغلبيتكم حصلوا على النتاج قبولهم فنحن ندخل بالمفيد شنو آليات التسجيل للطلب المقبولين بالجامعات أولاً وثيقة الدراسة الإعدادية هيتأخذها من التربية من مديرة التربية لمحافظتك مو من المدرسة تكون مصدقة من المديرة العامة للتربية في المحافظة أو أصول الوثائق الأخرى بحسب قناة القبول أكو غيرها حسب قناة القبول في موعد أقصى أربعة عشر أربعة وراء هذا رح يترقم قيدك ويلغي قبولك ماشي؟ طبعاً من باتشر تقدر تسجل من باتشر على كل طالب تطلع قبوله من باتشر يروح يباشر بإجراءات التسجيل اللي عنده 15 يوم وراها يلغى قبوله ويقدم تعهد خطياً بذلك إلى قسم التسجيل في الكل يوم وبخلاف يلغى القبول إثنياً كفالة ضامنة على وفق نموذج موعد من قسم الشؤون القانونية في الجامعة تروح هناك وهم راحتونك استمال لشؤون الأشياء المطلوبة بالنسبة للكفالة على أن تضمن فقراتها مادة تحمل الطالب مسؤولية المحافظة على ممتلكات الدولة وعدم العبث بها وبعكس ذلك يتحمل الغرام على ضرار الناتجة ثلاثة نسخة ملونة من إشهادة الجنسية وهوية الأحوال المدنية العراقية الجنسية أو البطاقة الموحدة ثلاثة صور حديثة استمارة الفحص الطبي تروح لأي مركز صحي ينكم ومستشفر تقول لأي استمارة الفحص الطبي يسألك يا مع مراعات الآتي لا يسجل الطالب في حال عدم تقديم الإستمارة المذكورة إنه إذا قدمت مسلم شكاتكم ماكو فحص طبي ما راح يسجلونك ويجب أن تسلم الإستمارة الأصلية ما تسوي نسخة وتنطيها تأخذ الإستمارة والفحص الطبي الأصلية جيم تلاحظ نتجة الفحص من الجهة المرشعة عليها إلى الطالب مباشرة أنه في حال عدم لياقتي للدراسة يفاتح قسم القبل المركز لتعديل ترشحها إلى وفق لياقات بدنية يعني أكو أمور تحتاج أنه يعني ماكو أمراض ماكو بنية جسمانية ضعيفة إلى آخره حسب ما يتناسب مع الجهة المقدمة عليها دالي يحقق الطالب إستمارة في نتيجة الفحص لدى قسم اللجان اللجان إستمارة فيها في بعض رقم ستة يتعهد الطلب المقومين في الدراسة المسائية بأنه بأنهم لم يسجل يسبق لهم أن تم ترقيم قيدهم بسبب الغش أو محاولة الغش يعني أو العقوبات النضباطية إلى آخره هذا أهم الأشياء المطلوبة بآلية التسجيل كطالب جديد ملاحظة مهمة جداً 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 أخوان العزاء هواي يعني ناس توقع بهذا الخطأ باواع لها لملاحظة جداً شكراً بباحتهم عزيز الطالب أن إكمال إجراءات تسجيل من ضمنها تسليم الوثيقة الدراسية الأصلية تكفل لك حق في أعادة الترشيح أو الاحتفاظ بالمقعد الدراسي للسنة اللاحقة هواي يولد أنا تسوي أعادة الترشيح وهو لم يسجل بالكلية ما لك حق أنت تروح تسجل وتنطي الوثيقة الرسمية حتى السنة جاية حق لك تسوي عادة الترشيح وممكن يتغير القبول على تريده أو أنه أنت تتأجل سنة أنه قبلت بركيلي الفونانية ما عندك ظروف ما تريد داوم تأجل سنة حتى ترجع مرة ثانية فلازم تكمل التسجيل وتسلم الوثيقة الرسمية آه انتبهوا على الملاحظة رجعان زين الفقرة ثانية لوالي تسجيل الطالب أولا تعتمد نتائج القبول المركزي المعلنة في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة مثل ماشي بنالفول وإلى آخره وتستمر إجراءات تسجيل لمدة 15 يوم 15 يوم عمل بدان من تاريخ التسجيل ماشي يعني إذا تروح مثلا باتشري روح تسجل باتشري يوم 13 من يوم 13 يحسبو لك 15 يوم لازم خلال 15 يوم أنت تكمل إجراءاتك تمام الطالب الذين لم يظهر لهم الترشيح في نتائج القوليكس لأي سبب من أسباب يمنحونه مدة 10 أيام عمل من تاريخ إظهار نتائج القبول للإعتراض ومدة 10 أيام من تاريخ إصدار أوامره القبول لأغرض التسجيل ثلاثة يتم تسجيل الطالب في حال تقديم إعتراضا على قبوله إذا تبين أنه محق يتم تعديل ترشيحه وتعادل إجراءات مثل ما شمنا بنقاط الأولى أطلب المقيمين معلكم بها إذا تقرونها هاي بنسبة لي جامعات قليلة من كردستان تمام أشياء كلها واضح قدامكم موجودة بالدليل هاي في حالات التأجيل والرسوب والغالقبول هاي أيضا اللي ردي الطالب لها موجودة كلها بالدليل هذا كلام كلها بالدليل نحن اللي هي من هذا المخطط أسألنا نتاج القبول المركز على موقع الوزارة الإلكترونية اللي هو اليوم مباشرة اليوم الأول بعد على نتاج يعني من الباتر لازم تبدأ تسجيل أنت عندك من أول يوم إلى مدة 15 يوم عمل أن هنا على كل الطالب المسجلين المباشرة بدراسة يعني تسجيل وتباشل وراء الـ 15 يوم رح تنتهي مدة التسجيل انتبهوا لهذه الفترة الفترة اللي هو خنقول من يوم واحد واحد من يوم واحد واحد إلى حد 14 واحد هذا تعتبر هي سنة دراسية ماتلك أو تعد سنة دراسية سنة تأجيل بعد هذه السنة تعتبر سنة رسوب وراء هذا التاريخ وراء التاريخ من يوم بعد الأربعة عشر أربعة تمام؟ لحد تسعة عشر خمسة يعني بعد شهر كامل تعتبر رسوب إذا ما رحتوا لهذا بحيث أنه بنفس آخر يوم اليوم تسعة عشر خمسة يلغى قبولك المركزي أوكي؟ فأنت رجعان تسجل وانتبه تقتلك الرسمية وعلى مد تضمن يعني عادة ترشيع بالسنة جاية أو تعجل على السنة الجاية ماشي؟ إذا أنت تريد ما حد نفط بعد أنت واختيارك تتحمل مسؤولية اختيارك وان شاء الله كل ما رواضحة وكل شيء مكتوب بالدليل ويمكن أنك تراجعونا حرفيا ونقطة نقطة شكرا